متولي. بصراحة هنشوفها خلال الفترة اللي دا. طيب معاي على التليفون كابت خالي متولي المدير الفني للنادي امبي مساء الفول والف الف مبروك. مساء الفول لكابتن سيد وسلام الكابتننا والكابتن مصر كابتن ماري عمام. كابتن خالي. والأدف المحترم كابتن احمد بلال. بناخليه كابتن. مبروك. طيب تطلع معاي بقى عشان تفوز المطش اللي بعد. اه. يعني كل مرة. قل لي احساسك يعني انت الترطي المطش اللي فات ولا حاجة. العقوبة ليه? العقوبة ان انا برضو يمكن كان في شادة شوية يعني برضو كان في عدم توفيه برضو يعني مش هكتكلم بقى في قرارات الحكام ولا حاجة. ولكن اه يعني كان في اعقاب مباراة احترم طبعا القرار. والنهاردة كنت متواجد في المدرجات. ولكن الحمد لله زمالي كانوا بيديروا برضو الجيم وكان فيه لينك ما بيننا. والحمد لله ان احنا ربنا كرمنا بالتلاتة بونت التلاتة اهداف. فده فضل من ربنا كابتن سيد الحمد لله يعني. طيب طب بحييك على اختيارك وادارتك للقاط مش مش مباراة بس طلع على الجيش بس. بالسنة اللي فاتت كمان ماشي بشكل كويس جدا جدا جدا. ام بي رغم ان بيغيب منها او بيرحل منها بعض نجومها او ناس من العناصر الاساسية والرئيسية في نجومها. لكن انت حاس ان ام بيت دايما محافظة على شخصية الفريق. فبحييك طبعا وخصوصا كمان على اختيارك نوح وائل. كان اختيار حضرتك وجاء انبي عن طريق مين? والله يا كابتن سيد اه الحمد لله يعني اه يعني بعد نهاية المسلم اه قلنا نعمل عملية اه دعم للدين. اه. كان الحمد لله ان كان بعض الوكال يعني كانوا جايبين اه اه بيديهات. فاتفرجنا بتركيز عالي جدا. فكان نوح من ضمن الاختيارات بتاعتنا. معيد كويس فريع عنده مهارة كويسة. يارى في جيل جول. وبعدين كمان المفاجأ برضه كانت ان فيه واحد كمان جدنا مهاردة كان بلعب مع نوح برضو في نفس التين بتاعه. ان شاء الله يبقى اضافة عالية جدا حضرتك برضو. هتشوفه في خبال المرحلة. مغربي برضو? اه لا ده ناجيري. ناجيري يا كابتن. اه اه فيروت كويس على اعلى مستوى. عنده سرعات عالية جدا وعنده مهارة كويسة. ان شاء الله يكون اضافة النادي امبي. لان احنا يعني بنفكر كابتن ان احنا بنحاول نرجع اداء نادي امبي وخبال حضرتك او النتائج في نادي امبي. ولكن طبعا بالاجتهاد والعمل والتعب وتوفيق ربنا. فمتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع امبي على المسار الالكورة يعني ان شاء الله المسارية بإذن الله. طيب تحديدا يعني برأي حضرتك بالتأكيد واختيار حضرتك بالتأكيد. لكن في اسباب تقلق وليد ازانو مسلا وجوده في الدوري المصري وتقلقه للسنة الفات. تخليك تتجه شوية او تهتم شوية باللعب المغربي في الدوري المصري? والله ممكن برضو كابتن فعلا ان برضو المغرب عارف انت عارف برضو دول اه الشمال افريقيا برضو عندهم المهارة العالية جدا. والسرعات دي مهمة جدا في الكورة القدم دلوقتي. لازم يكون في سرعة. لازم يكون في تركيز على الجول. لازم واحد بيجيب جول هو اللي بيرايح المدرد بتاعه. يعني حضرتك انا ممكن اعمل كل عاجة ولكن ما فنشي الهجمة. اه. لكن بينقصنا المراحل السابقة كلها. ولكن لما بيكون عندك واحد او اتنين او تلاتة بيعرفوا جيبوا جول. يعني وليد ازارو اهداف مصر. هو لعيبة على اعلى مستوى طبعا. بنتمني للتوفيق. لما بيكون برضو فيه لعيبة سواء من المغرب او من ناجيريا او لعيبة حتى محلية بيعرف جيب للجول. اكيد بيبقى راحل المدرب يعني. اكيد. اكيد. بيبقى عرف السيد طبعا. وعندليب برضو الفيرو دي اللاعب النهاردة. لعيبة على اعلى مستوى. بيتمنى ان شاء الله ان تكونت يعني. عندليب اللي هو ايه احمد عفتاح? اه اللي هو احمد عفتاح. ده كان هدف اه دور الدرجة القسم التاني. وعندليب ليه يعني? صوته حلو ولا لا? صوته حلو? عندليب ليه? هو 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 يعني بيطلقوا عليه اسم العندليب. اه. 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 لا هو صوته مش حلو كابتل بفراحة يعني. اه. بتقطع في اللعيب بتاعك كمان? اه. كلهم حبابي وولادي واخواتي. اه بحييك على حتة فنية كمان يعني تباين دايما الدماغي الشغالة يعني انت بتبص للنتيجة والهدف اللي انت عايزه من المرحلة داية او التوقيت اللي انت بتغير فيه. غيرت نوح اه وائل في الديئة سبعة واربعين. ما كان عبد الرحمن عامر. وبعد كده لما اطمنت للنتيجة شوية يعني او اه او ااسف بدأت برضو بفعاليات الهجوم على طلاع الجيش. غيرت اعماد فتحي مع محمد بسيوني. اسباب التغيرتين من وجهة نظرك وتحديدا في التوقيت بالذات. اه اه كان فيها كابتن بطء شوية في الفنس نادي الجيش. فلا ايه حتى ما بين الشوتين قلنا نازم نلعب الكراكت في ظهر المدافعين. لان احنا اه نقنوح عنده سرعات عالية جدا. فممكن نستفيد دي وهم انا بنزل كمان نوح يشير التاني. عنده سرعات. الحالة الزهنية بتاعته يعني كويسة جدا. واخبار الحضارك. فانا يعني كان عندي يعني عندي ثقة. فربنا سبحانه وتعالى ثم نوح يشدنا لقدام. بالاضافة لعماد فاتحي العيب مهاري. بريبلر بيقدر يخترق. فممكن برضو يمول آآ آآ نوح ببعض الكرات اللي كانت فيها خطورة للخص على الخص. والحمد لله ربنا يعني ممكن يكلل جهودنا بالتوفيق. بالاضافة برضو للشيكة. الشيكة ده العيب مهاري جدا انا كتنسايد. والعيب على اعلى مستوى برضو جايبينه من فاركو. من درجة تانية. العيب عالي جدا. وفي الفترة جاي بقى احسن واحسن. فتهيارات لكلها كانت رجمية لان انا شفت ان آآ ديفنس نادي الجيش اوجهت شوية. فحاولت اشتغل انا من قدام. بس كانت هيك المشكلة في الشوت الاولاني. وتعديلي في الشوت التاني. ان دقة التمرير اللي بتوصل العيب للجول. والحمد الله. ولادنا الحمد لله اشتغلوا عليها. وكان توفيق ربنا بالآآ الثلاثة هداف والثلاثة بوانت يعني. عندك مواجهة صعبة الاسبوع اللي جاي مع اسموحة اا اعتقد ولا آآ آآ نغلطان. طبعا انا كابتن. كل المواجهات صعبة يا كابتن. كل المواجهات صعبة كابتن. والدوري الخنادي دي قوي جدا. بل مش قوي بس لا قوي وشارس. فلازم نكون جاهزين. ولازم نكون عندنا بودل على اعلى مستوى. فانا الحمد لله يعني بنشتغل على كده. ولكن طبعا انت تتعب وبتشتغل. وان شاء الله نتمنى توفيق ربنا معنا ومع جميع الفرق المصريات. بالتوفيق يا ابو كابتن بالتوفيق. شكرا جزيلا كابتن خالد متولي المدين فني آآ 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 شكرا. كابتن بلال اخد مباراة آآ المقاولين.